وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بالانتهاء من مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي قبل عام 2024 جاء ذلك خلال افتتاحه مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي بمحور الضبعة حيث أضاف الرئيس السيسي أنه يجب الانتهاء من مراحل المشروع بأسرع وقت ممكن مؤكدا أن تكلفة الزراعة في مشروع مستقبل مصر أعلى بكثير من أي مكان في الدلتا إحنا كلبنا أن إحنا ما نقدرش نستنى لغاية 24 أبهاء طب ده حيب أحيب أن يحتاج مننا وإحنا موجودين دلوقتي كده يمكن نضغط على نفسينا شوية عشان الظروف اللي أنتوا شايفينها مش كده ولا إيه فيعني أرجو أنك إيه يعني أنت عارف حقتك اللي بتعملها وأنا متأكد من كده لكن أنا هيهمين أن إحنا كمصريين دلوقتي نبقى شايفين ده وشايفين تطوراته والأهدف بتاعته إيه لأن أنا حتكلم في الموضوع ده على حاجات كتير وبالتالي أدينا فرصة أن إحنا نبقى متطمينين أنا ما أقدرشي أكون مطمئن لو تجوزت 23 أبهاء في الرقم اللي أنت حطه هنا في مستقبل مصر غير اللي في توشكا وبنسوف والمينيا واللهون